السلام عليكم القصة حصلت أحداثها في إحدى القرى الجميلة في إقليم كردستان فيها القرية فيها شيخ وهذا الشيخ ينقل له أبو محمد وهذا الرجل أبو محمد رجل في قمة الأدب والرقي والاحترام شروة من يسمع وأبو محمد شيخ ما هو بس على القرية اللي ساكن فيها بل شيخ نقدر نقول على أربع إلى خمس قرى القرى المحيطة في قريته وهذا الرجل معروف فيها القرية بالكرام والشهامة والجود والطيب ورجل عنده مظافة بما أنهم سكان قرى فالرجال معمر له مظافة بجانب المنزل والمظافة هذه مفتوحة على مدار أربعة وعشرين ساعة للرايح وللجاي وللمقطوع ولعابر السبيل وللضيف وهالمظافة هذه عامرة بالمجالس الطيبة وتعرفون قبل ما فيه تلفونات وما فيه هواتف وما فيه مواقع تواصل فالناس تستمع للأخبار عن طريق الخطار اللي يجون الخطار اللي هم الضيوف عابري السبيل اللي يجتمعون فيه مظافة الشيخ أبو محمد وهالناس تتناقل الأخبار من بعضها فلان مات فلان طاب شنو صار فيه القرية الفلانية فلان تزوج بهالطريقة كان تناقل الأخبار المهم فيه يوم من الأيام وليلة من الليالي كانت ليلة شتوية بامتياز مع غياب الشمس بدأ تراكم الغيوم وحبت نسمة غربية ولا جنوبية وبدأت تتغير الأحوال الجوية وظاهر فيه منخفض جاي وليلة كانت إحدى ليالي الشتاء ومعروف في مظافة أبو محمد يجتمعون فرصان القرية ورجالها يتداولون أطراف الحديث ويقضون هالليلة الطويلة بما أنه فيه الشتاء قبل ما فيه شغل وعمل إلا ما ندر قبل الناس فيه الشتوية ما تشتغل مثل يومنا هذا العمل على مدار العام الناس تشتغل فيه مواسم أيام مواسم الزيتون مواسم الحصاد مواسم الخضار الصيفية فيه الشتاء وخصوصا فيه القرى ما فيه شغل مع بداية الشتاء يزرعون الأراضي الزراعية والناس تصير لا شغلة ولا عملة أو يسهرون هالسهرات على الزبيب وعلى الجوز وعلى اللوز وعلى هالمكسرات ويصيرون يسولفون بعضهم سوالف وخواريف على أساس أنهم يقضون الليل الحد ما تبدأ بداية الربيع اللي عنده حلال يطلع على المناطق البعيدة شوي عن القرى يخيم عنده بيت شعر وهكذا المهم فيها الليلة اجتمع غالبية فرصان القرية ورجالها في مظافة الشيخ أبو محمد أو بدوا يمزحون ويسهرون ويشربون هالقهوة وهذا يسولف سالفا من عنده وهذا يسولف عن مغامراته صار الوقت تقريبا على الساعة عشرة بالليل والدنيا ظلام إذا تحط أصبع قدام عينك ما تشوفه وبرق وشتا وراعد وقايمة الدنيا وما هي قاعدة الشيخ أبو محمد صاحب فكاهة وحب أنه يغير الجو ويقوم يطرح تحدي على هالفرسان ورجال القرية الموجودين ومعبين المظافة قال منه يقدر يروح على المقبرة ولا راح على المقبرة يحط لنا علام فيها وفي اليوم الثاني نروح نشوف العلام المقبرة تبعد عن طرف القرية تقريبا واحد كيلو متر وفي منطقة جبلية لكن يعني مثل ما تقولون فرسان القرية عرفون المنطقة رفع عيده أكثر من عشر فرسان وهذا يقول أنا أروح وهذا يقول أنا أروح وروحة المقبرة عادي يعني ما تخوف وهذول أموات وإحنا لاحقينهم الشيخ أبو محمد شاف أنه يعني فيه عدد كبير جاهز لهالتحدي قالهم أوكي تركونه من المقبرة منه يقدر يروح على الكهف الكهف اللي تعرفونه على طرف القرية القرية هذه على طرفها الله يسلمكم فيه كهف وفيه روايات عنها الكهف هذا أنه مسكون بالجن أو ما حدا يقدر يروح عليه بالليل مهما كان فارس وقوي فالشيخ طرح هذا التحدي وقال الرجال فيكم يروح على الكهف وهذا خنجري يغرز الخنجر في آخر الكهف من الداخل ما هو مجرد يصل إلى الكهف علشان في اليوم الثاني بالنهار وروح نشوف العلام لا بالله شيخ محمد لما انطرح هذا التحدي الفرسان ورجال القرية كل من حطرسه بالأرض وما حدا أبدأ أنه ممكن يقدر يروح على هذا الكهف لأنه الكهف مثل ما قلنا عليه سوالف وروايات وهذا الكهف يبعد عن القرية تقريبا ثلاثة كيلو متر وعدى عن ذلك برا البرق والرعد والشتاء نازل بغزارة وظاهر السنة سنة خير وحب الشيخ يتسلى يعني مع الشباب لكن لما طرح التحدي هذا وشاف الشباب كل من حطرسه بالأرض وشاف ما حدا عنده رغبة أو يقدر يروح على هذا الكهف ويقوم يرفع سقف التحدي وبدت الأمور جدية والسوالف الآن معد فيها مزح قال اسمعوا يا هالربع الموجودين الفارس اللي يروح على الكهف وياخذ هذا الخنجر ويغرز الخنجر في آخر الكهف ويرجع بنتي مهة حليلة له هدية ما من وراها جزية المهة هذه سالفتها سالفة بنت الشيخ ابو محمد الوحيدة والمدللة وبنت من أجمل بنات القرية خدها تقولي لي رد ذهب والعيون ما شاء الله تقولي عيون غزال ما شاء الله تبارك الله والآن الشباب على الرغم من هذا العارض المغري لكن برضو ما حدا قال أنه أنا أروح واستغرب الشيخ من هذا السكوت العجيب والغريب معقولة الكهف مخيف لهالدرجة وهالشباب وهالفرسان اللي يا ما خيضين معارك وصادين غزو عن القرية ومتمرسين معقولة يعني لهالدرجة جبناء المهمة الشباب والفرسان هذول جابوا لحوالي عشر دقائق كان المجلس عامر بالضحكات وهذا يسولف عن مغامراته وعن روحاته وعن جياته ويا ما قتل فرسان ويا ما خاض معارك ويا ما جرح فلان ويا ما تحدى لكن لما صار التحدي على الروحة على الكهف كل من سكته حط راسه فيه الأرض إلا شاب واحد هذا الشاب كان قاعد على طرف المجلس قريب من الباب ومعروفا فيه المجالس دائما اللي يقعد فيه الصدر الفرسان الأقوية الوجهاء المختار الناس المعروفين والشبابات هذوله شوي شوي يعني بالتدريج وهذا الشاب اسمه عبد الرحيم عبد الرحيم هذا شاب وحيد الأمه وشاب من أحسن شباب القرية لكن الشاب هذا فقير كلنا فقراء لله عز وجل وعايش هو أمه فيه بيت متواضع على طرف القرية ويجي كل يوم على مجلس الشيخ أبو محمد يقعد على طرف المجلس ويتسمع من هناك وشاب فارس وله سمعته فيه القرية وهذا عبد الرحيم الله يسلمكم عنده أخت وحيدة لكن أخته متزوجة في إحدى القرى اللي تبعد 15 إلى 20 كيلو متر عن القرية اللي ساكنين فيها وهذا يشتغل فيه الزراعة يشتغل عند أبناء هالقرية اللي عنده حلال يرعى أيام يشتغل فيه المزارع في أيام الحصاد في المواسم اللي تحصل فيها القرية وشاب عايش هو والدته وبار بوالدته إلى درجة كبيرة جدا المهم وينط هذا عبد الرحيم وقال أنا لها يا شيخ الشباب وهالفرسان لما شافه هذا الشاب الفقير محمد رفع يده وقال أنا لها يا شيخ الكل تفاجأ من معقولة هذا محمد والشاب الفقير البسيط يقدر يروح على الكهف قال أنت متأكد يا عبد الرحيم قال متأكد وأبدا قال يا عبد الرحيم السالفة ما فيها مزح الطريق فيه ذياب والطريق وعر والدنيا سماء وماء وظلام أخافي يصير عليك شي يا ولد بعدين تصير السالفة برقبتي قاله أبدا أنت ودك غير الخنجر هذا ينغرس في آخر الكهف وفي صباح اليوم الثاني ترسل الرجال يروحون على المكان هذا ويتأكدون قاله أبدا ما ودي شي غير هذا الموضوع وأبشرب عزك يا عبد الرحيم والله إنك إذا رحت وغرزتها الخنجر هذا في المكان المحدد أنه بنتي هذه ألمها حليلت لك هدية ما من وراها جزية وأبشرب عزك المهمه يقوم هذا عبد الرحيم يأخذ خنجر الشيخ أبو محمد ويلبس وينطلق على الكهف المسافة في الأحوال العادية يعني إحنا قلنا تبعد ثلاثة كيلومتر لكن المنطقة وعرة جدا إجبال وطلعات ونزلات وصخور والآن الدنيا ليل وظلام وصوت الضباع والحيوانات المفترسة الإحصينيات الواويات الإسباع بالإضافة إلى الأجواء الماطرة والشتوية الباردة لكن السالفة الآن فيها بنت الشيخ وفيها جائزة كبرى وفيها فوز على كل فرسان القرية فالأمر يستاهل المغامرة لكن الشباب والفرسان الكل تفاجأ بهذا محمد شلون يعني معقولة يقدر يصل بعد ما طلع محمد الفرسان صاروا يهامزون ويغامزون ويلامزون ويسلفون بين بعضهم على هذا شوي الآن عشر دقائق خمس دقائق يرجع وخايف ولا يأكلوا ضبع ولا يأكلوا سبع لكن هالفرسان ما يدرون أنه هذا الشاب عبد الرحيم عنده قلب من صخر وقلب ميت وما يهاب الموت والآن فيه جائزة والمهل اللي يتمناها وكل فرسان القرية المهم بدأ هذا عبد الرحيم يمشي ساعة يقع ساعة يقوم الثيابه تبلل اتصارت مي الرعد مخيف في الليل يساوي صدى بين هالجبال وهالوديان المهم ظل حوالي ساعة لحد ما وصل على الكهف المطلوب والكهف هذا صاير في منطقة يعني مثل ما تقولون على سفحة جبل وودك تجيه وانت صاعد صعود وهذا عبد الرحيم اول ما وصل على الكهف على بعد تقريبا 10-15 متر ما يحسوا يدري الا شيء انحذف عليه من داخل الكهف والشيء هذا وقع بجامبه وبرق البرق هذا شغال على مدار الساعة بارق وراعدوا قايمة الدنيا وما هي قاعدة على ظو البرق ويشوف الشيء هذا اللي وقع بجامبه ولا يد ولا تصغير يعني على هو التقدير ولا ترضيع واليد هذي مقطوعة والعياذه بالله قام شال اليد هذي وتابع المسير الرجل قلبه ميت يعني لا بلا شوي كمان وينحذف عليه شغلة ثانية وعلى ظو البرق ويشوفه ولا كذلك يد ولد ثانية وكذلك هذه اليد مقطوعة لا بالله هذا عبد الرحيم شعر راسه وقف وقال لك ودي أعارف شنو الموضوع شنو السالفة ومعاه خنجر الشيخ ابو محمد الخنجر هذا ماضي ومثل حد السيف وصل على باب الكهف أول ما وصل على باب الكهف ويسمع حركة فيه الداخل وسمع صوت صراخ امرأة صراخت بطريقة ما هي طبيعية وينتبه كذلك ولا فيه وسط هالكهف هذا تالي نار جمر شغال نار بتاليها ويصيح من الموجود فيه الداخل انت انس ولا جن صاح أول مرة الصوت الثالث الصوت الرابع ما حدا جاوبه وصوت المرأة هذا صراختها صرخة واختفت والرجل خلاص يعني وصل وصار عنده فضول وودي يعرف شنو قصة اليدين المقطعة هذي وشنو اللي صاير وشنو النار اللي فيه داخلها الكهف المهم البرق شغال وميض البرق صار يضوي الكهف فيه الداخل وفيه احدى ومضات البرق وينتبه انه بجانب هالنار فيه رجل ممدد بالأرض وشبه انه نايم وكذلك فيه حدا فيه الداخل متمدد وظاهر انها امرأة وكذلك موجود بجانب النار هذه او تالي هالنار هالجمرية شغالة فيه شوية حطب ويقوم يشيل الحطب هذا ويحطه على النار وتشب النار من اول وجديد وتم اضاءة الكهف بواسطة لها بالنار ولا بجانب هالنار هذه فيه رجل مغروز خنجر في صدره والرجل هذا انفارق الحياة وبجانب هذا الرجل فيه جثة ولد رضيع مقطعه بطريقة فضيعي جدا الرأس شبه مفصول القدمين مقطعات اليدين كان جايبهم معاه نحذفهم عليه خارج المغارة ويسمع أنين من المرأة هذه اللي صارت فيه آخر الكهف الآن الكهف صار مضاء بشكل يعني يقدر يميز يقدر يشوف والآن القصة ما هي قصة جن وشياطين والكهف هذا ما هو مسكون والعياذ بالله ويقوم يقترب من المرأة هذه اللي ممدد فيه آخر الكهف زحف لعندها ولا المرأة هذه بتالي يروح ويقوم يسحبها ويجيبها لعند النار لما شاف وجه المرأة هذه ولا هذه أخته مريم وبدأ يندب ويصيح ويحاول يصحي أخته هذه مريم شنو اللي جاب مريم وشنو هذا الرجل اللي عندها وشنو الولد هذا اللي مقطع شوي وتصحى مريم ولا هذا أخوها فوق رأسها شنو جابتش يا مريم شنو الموضوع شنو السالفة الأخت صارت تبتشي يا أخوي داخل على الله ثم عليك أنا بحلم ولا بعلم قال لها يا بنت الناس أنا أخوتي أنا أخوتي عبد الرحيم أو أنت بعلم ما أنت بحلم لكن علميني شنو اللي صاير منو هذا الرجل المقتول وشنو قاعد تسويين فيها المغارة قالت يا أخوي سالفة طويلة ولها أول ما لها آخر هذا الولد يا عبد الرحيم اللي تشوفه مقطع هذا ولدي الله يرحمه وشنو جابش على المغارة ومنو هذا الرجل اللي عندك قالت السالفة وما فيها يا أخوي هذه السالفة الله يسلمكم مريم أخت عبد الرحيم متزوجة عند جماعة من شاب يعني عنده أربع خمس إخوان وفيها القرية اللي تبعد عشر خمسطعش كيلو عن قرية عبد الرحيم وعايشة هي وزوجها بسبات ونبات وما عندهم قطعة من الشيطان وأن الله سبحانه وتعالى بعد فترة من الزمن رزقها بمولود وعايشة هي وزوجها الجماعة عندهم خير من الله عز وجل وعندهم أراضي ومزارع وبساتين وأن الله غنيهم وموسع عليهم وزوج مريم وإخوانه هذوله كلهم تحت ظل والدهم اللي يقولوا يصير والإخوان متفاهمين وما عندهم مشاكل أبدا وهذول الشباب طبعا عندهم أمال يشتغلون في المزارع وعندهم رجل يخدم على أبوهم يسوي له القهوة ويضبط له الأمور وين ودي يروح يرافقه هذا الرجل اسمه محيسن محيسن عمره تقريبا بالأربعين سنة وعايش من خير الله ثم خير هذا الرجل أبو هالشباب ومحيسن هذا صار له سنين يشتغل عند هذا الرجال المهم في يوم من الأيام البنت هذه مريم حنت الأهلها الأمها وأخوها وقالت الزوجها هذاك اليوم قالت يا فلان والله عنت على بالي أمي أود روح أزور هذا تسمح لي الآن شوفت عينك الدنيا شتوية وشغل قليل أود روح أمضي لي عشرة أيام أسبوع زمان عند أمي وارجع لعندك قالها أبي شرب عزش لكن أنا الآن والله مشغول وما أقدر أوديت من يوديني ما من يوديني ويجي زوج مريم على أبوه قال يا يبه والله مريم ودها تروح تشوف أمها وأخوها قال ما في مشكلة أبدا خلها تروح ومن ود يوديها قالوا والله يبه شوفت عينك عندنا بعض المزارع اللي قاعد نحضر لها وقاعدين نشتغل فيها وأنا صراحة ما أقدر قالوا ما عليك يا ولادي عندنا محيسن محيسن هذا أربيان عندنا والبنات هذن زوجتك وزوجات إخوانك مثل خواته وهذا الرجال أمين ونخليه هو يوصلها ويقومون ينادون على محيسن تعال يا محيسن آه مريا عمي قالوا البنت هذه مريم ودها تروح لها لها وراح أنت توديها يم عود دير بالك عليها وما ودك وصاه قال أبشر يا عم مريم هذه بعيوني والله أخة عزيزة ويقومون يجهزون لهم بغل الله يعزكم عنها طاري كان التنقل فيها الجبال عن طريق الحمير أو البغال أو الخيل ويجهزون بغل وتركب مريم وولدها هذا اللي جايبته ما صار عمره تقريبا أربع خمس شهور وينطلقون وهذا محيسن هو اللي جرى البغل وأبو زوجها يوصيه ودير باله وكيم عود وبلغهم السلام والتحية المهم انطلقوا والمسافة صحيح 10 إلى 15 كيلو متر لكن منطقة وعرة جدا وجبال ومنحدرات فالطريق صعب جدا المهم الحد ما وصلوا تقريبا على مشارف القرية على بعد 5 كيلو متر وبدت العاصفة بدت تتجمع الغيوم وصار الهوى وصار البرق وصار الراعد وبدت الدنيا تنزل الشتاء بشكل ماهو طبيعي والبنت هذه مريم حاولت تغطي هالرضيع ومشولهم مسافة تحت الشتاء لكن في النهاية ماعد يقدرون يواصلون البغل هذا الله يعزكم صار كل شوي يتزحلق على الصخور طلعات ونزلات ويواصلون الى الكهف هذا قالها يا بنت الناس شوفت عينك الدنيا طافت وشيته ماهو طبيعي خلينا ندخل داخل هالكهف لبينما تصحى الدنيا والدنيا صارت تالي نهار ومقبلين على الليل وشوفت عينك الوديان هذي الان رح يعني يتسيل ويصير سيول ويمكن نروح أنا وياك وهالبغل وهالولد هذا وماحد يدري عنا لذلك من الاسلم انه ندخل داخل هالكهف ونولع نار تدفين انتي وهالولد هذا وبعدين يخلق الله ما يشاء البنت الان فعلا ما امامها خيار الا انهم يدخلون داخل هالكهف وفعلا يقومون يربطون البغل خارج الكهف المغارة هذي ويدخلون فيه الداخل ولا فيه حطب والامور عال العال والكهف دافي والدنيا شتوية ويقوموا محيصا هذا يشب النار وبدت المرأة هذي يدفي ولدها تنشي في ثيابها بجانبها النار وهذا قاعد هناك بجانبها لكن ساعة ساعتين بدأ ظلامي حل وما زال الشتاء نازل بغزارة ما هي طبيعية والبارق والراعد وهواء فقال لهم حيصا الظاهر يا مريم اليوم ما عاد نقدر نتابع المسير خلينا ننام فيها الكهف وجايبين معاهم زوادة وأكل من باب الاحتياط وهذي مريم جايب لأمها هدايا زبيب وتين يابس ولوز وجوز ومكسرات ومن هالخيرات اللي الله سبحانه وتعالى منعم على زوجها فيها وقالت عاد الماضي هالليلة وبكرة يخلق الله ما يشاء المهم مرت ساعة ساعتين البنت تدفت الوليد كذلك تدفى أرضعته نام وهذا محيسن قاعد هناك ومقابلها المهم هذا محيسن جت عينه على خدود مريم وخدود البنت هذه ما شاء الله عليها صارت تبرق وتلمع على ضو النار وبنت قرية ولا مكياج ولا من يحزنون وعمرها تقريبا في بداية العشرينيات وهالج دايل طالعا من هنا ومن هنا وصار الشيطان يزين له ياها وقال لك يا ولد خليني أفترس هالبنت وآخذ اللي وديان منها ولا من شاف ولا من درع وبهالمغارة ودنيا ليل ما في غير صوت الأطباع والوحوش يدوي بهالوديان وصار يتقرب منها شوي شوي على أساس يقلب بالنار ويقلب هجمر يحاول يحتك فيها بطريقة غير مباشرة على أساس أنه إيد وجت عليها بالغلط البنت صارت تكف حالها وترجع شوي عن النار وتقول لك يعني هذا محيسن صار لها ثلاث أربع سنوات متزوجة عند زوجها وما شافت عليه الزايحة رجل فيه قمة الأدب والإحترام وما يقولها غير يخي ويا كذا في البداية البنت ما أخذت وعطت في الموضوع لا بالله محيسن صار هي تبعد هو يقرب قالها تعالي هين عند الآخر الآن ما في غير أنا وياك أو يا بنت الناس أنا يعني ما أنا طالب منك شي خلينا ننام هالليلة سوا أو يا دار ما دخلت شر يا ابن الناس يا محيسن يطولك يقصرك معيب عليك أو الآن من جيل بناتك وزوجي وعمي مأمنين فيك حرام عليك خاف الله قال لها يا بنت الناس شغلة بسيطة أنا أنا وياك وما حد شايفنا لا زوجك ولا أبو زوجك قالت له في الله شايف يا محيسن عيب عليك وتقي يلا يا ابن الناس أنا أمانة برقبتك لا تكون خوان قال لها أتركش منها السوالف وتعايلي عندي يا بنت الناس خلينا ندفها أنا وياك بهالليل قالت له ما خسيت والله لولا تذبحني ما خليك تلمس شعره مني قالها واثقة من نفسش وما تفعلين تسلمين وكذا المهم حاول معاها منهين من هناك البنت تصيح وتصرخ لكن من يسمعها بهالليل أصلا من صوت البرق والرعد ما حدا يسمع والكهف هذا بعيد ومنطقة جبلية وشتاء وهوى بر قايم الدنيا المهم هذا محيسن لما شاف أنه البنت ما هي راضي يتسلم نفسها ويقوم يمسكها الولد قال الولد نائم بجانبه قالها والله إن ما سلمتيني نفسك قال لولدك هذا أذبحه وأقطعه تقطع قدام عينتش قالت والله لو عندي عشرة واذبحهم ما تلمسش عره مني ما خسيت عند كلامك يا مريم قالت عند كلامي والله لو لك تذبحني وتقطعني ما سلمك نفسي أم حيسن هذا أفلس وقال لك الآن ما لي غير الولد ويقوم يمسك الولد الولد نائم بجنبه ويا غافل لك الله ويمسك إيد الولد ويقوم يقطعها قالها هذه أول إيد قطعتها سلميني نفسك وتسلمين أنت وولدت قالت ما خسيت خس وتعقب ويمسك اليد الثاني كذلك ويقطعها الولد طبعا صار يصرخ صار يصيح صار ينزف من الدم وهذا محيسن بين لحظة والثانية تحول من حمل وديع وخادم مطيع إلى وحش مفترس ووده يفترس المسكينة هذه وسط الظلام وفيها الكهف والمسكينة هذه مريم ما عندها حيلة إلا أنها تبكي وتصرخ وتدعي الله سبحانه وتعالى أنه ينقذها من هالموقف الصعب وهذا ما هو مدور داير وارا شهوته المهم ويقوم يقطع كذلك إحدى أقدام الولد وكل ما يقطع جزء مريم تزداد إصرار على أنها ما تسلم نفسها المهم قطع الولد الولد مات وشاف ما في نتيجة ويقوم يرمي حاله عليها ويحط الخنجر على رقوبتها وهذه مريم المسكينة اللي شدت فضاعة المنظر اللي شافته قدامها ولدها تقطع قدامها وهذا حط الخنجر على حلقها البنت أغمي عليها ويقوم عليها وهي مغمى عليها حست على نفسها ولا في وضع مذري وشنو ودها تساوي ما باليد حي له وهذا محيسن بعد ما ساوي فعلته وتعبان طول النهار وهو يمشي به الجبال وطالع ونازل ويقوم يمدد بجانب هالنار ويحط راسه وينام ويدخل فيه نوم عميق وبدأ يشاخر البنت هذي شنو ودها تساوي ولدها مقطع قدامي ينهى وهذا اللي اعتدد عليها نايم والخنجر بجانبه قالت لك علي وعلى أعداي والله ما خليك تشملها وبعد هالليلة وتقوم تسحب الخنجر وتضرب محيسن هذا ضربة واحدة الضربة هذي كانت كفيلة بأنها تقضي على حياتة محيسن لأنها جت وسط قلبه محيسن صرخ صوت واحد وبعدها ما تحرك وبدت مريم تلملم أشلاء ولدها بجانب بعضها وحزينة على هالولاد وعلى هالموقف اللي صار عليها ووجلست بجانب النار تنتظر فرج الله عز وجل ويطلع الظو لأجل أنها تطلع برها المغارة وممكن أنها تصل على قرية أهلها أو ترجع على قرية زوجها وتبلغهم باللي صار وجالسة أمام هالنار اللي طفت وما ظل فيها إلا تالي جمر وتنتظر الصباح في هالوقت ويصل أخوها عبد الرحيم على أساس يدخل داخل الكهف ويغرز خنجر الشيخ في الداخل البنت لما سمعت حركة قالت لك هذا سبع ولا ضبع وأكيد رح يدخل على المغارة وياكلني ويخلص علي وعلشان السبع ولا ضبع هذا ما يدخل على المغارة قالت لك خليني أحذف له إيد من إيدين الولد ويتسلف فيها ويأكلها ولا يدخل علي لذلك حذفت أول إيد رمتها خارج المغارة جت على عبد الرحيم لكن عبد الرحيم تابع المسير وسمعت أصوات الخطة وتقوم ترمي اليد الثانية لكن عبد الرحيم قوى قلبه وما وقف وظل مستمر بالمشي باتجاه الكهف وهالمغارة هذه البنت قالت لك أكيد هذا شوف جني ولا وحش ولا ضبع وقامت اصرخت هذاك الصوت وهربت إلى آخر الكهف من حالات الروح يعني ودق راسها في سقف الكهف هذا فيها الصخور وشبه أغمي عليها ودخل عبد الرحيم وصار اللي صار لكن عبد الرحيم قال لها ما في لا بغل ولا شي برا خارج الكهف قالت يمكن انكلته الاسباع والأضباع ولا فلت بسبب البرد والشتاء القوي هذا المهم عبد الرحيم لما شاف أخته فيها الوضع وولد أخته مقطع أو هذا غريم هيا قاتلته دفاعا عن الشرف ويقوم يقولها قومي يا خيتي الآن لازم نروح على القرية وفيها الأذناء يعني العاصف هدأت شوي الشتاء خف شوي ما زال مستمر لكن خفيف ويقوم هو وأخته يلمون أشلاء هالولد هذا اللي مقطع ويغادرون المغارة باتجاه القرية وساعة ساعتين ما وصلوا على القرية إلا متكسرين تكسر والبنت في وضع لا تحصد عليه والشباب الآن والفرسان مجتمعين عند الشيخ ابو محمد ومنتظرين رجوع عبد الرحيم لكن الغالبية يقول هذا عبد الرحيم ما رح يرجع شوي ما حصوا درية وإلا هذا عبد الرحيم داخل عليهم وتدخل وراء امرأة المرأة هذه شكلها غريب شعرها منكوش وضعها سيء وفيه آثار دماء عليهم ومشغلين هالفوانيس خير يا عبد الرحيم شنو اللي صار ومن المرأة هذه قال لهم عبد الرحيم هذه خيتي مريم وشنو جاب خيتك مريم الكل يعرف مريم متزوجة في قرية بعيدة وشنو اللي جابها بهالليل والبنت وضعها ما هو طبيعي ويقوم يطالعون أشلاء ولدها ويرميهن عبد الرحيم في وسط المضافة أعوذوا بالله من الشيطان الرجيم شنو هذا يا عبد الرحيم قالهم هذا ولد أختي وأنا وصلت إلى الكهف وصار كذا وكذا وكذا وهذا اللي جرى وهذا اللي صار وإذا منتهم صدقين الرجل هذا غريم أختي ما زال موجود جثه في المغارة والخنجر مغروز في وسط صدره وهذا اللي جرى وهذا اللي صار يا شيخ ابو محمد الشيخ ابو محمد وقف على طول والفرسان وقفت الكل استنفر جزاك الله خير يا محمد والله أنك من خيرة شباب القرية والله أنك فارس الفرسان لكن الجماعة حزنين على مصير أخة عبد الرحيم وشنو اللي صار عليها وفقدت ولدها المهم أهل القرية سمعوا بالخبر وفي صباح اليوم الثاني اجفنوا ولدها هذا الله يرحمه ويرسل الشيخ عدة رجال إلى هالمغارة هذه أصبحت الدنيا الصباح والدنيا نهار وهدأت العاصفة علشان يتأكدون هم يعني مصدقين عبد الرحيم لكن علشان يجيبون جثهة هذا الرجل وكذلك أرسل الشيخ أبو محمد ثلاث أربع فرسان على قرية زوج مريم علشان يبلغهم باللي حصل مع زوجته وعلشان الجماعة يحضرون المهم يروح مجموعة من الفرسان على الكهف ولا فعلا أثروا على محيسن ومحيسن ميت من الليل ويحملون جثته والخنجر مزروع في قلبه ويحملونه على أحد البغال ويرجعون على القرية والفرسان الآخرين وصلوا على قرية زوج مريم وبلغوهم باللي حصل وفزع زوجها وإخوانه وأبوه وبعض فرسان القرية وجوا على الشيخ أبو محمد وشنو اللي صار قالوا والله هذا اللي جار وهذا اللي صار وهذا خادمكم محيسن ما قدر العيش والملح وخان الأمانة طبعا في هالأثناء الشيخ أبو محمد لازم يوفي أبوعده والبنت المهة على علم بكل ما جرى المهم في صباح ذاك اليوم ويقوم ينادي الشيخ أبو محمد على الملة الملة اللي هو إمام المسجد أو شيخ القرية الديني نادى على الملة وراح على بنته ألمها قالها يا بنت الموضوع كذا وكذا وكذا وهالفرسان يوم أمس كل من حط راسه بالأرض وما حدا قدر يصل على الكهف إلا هالولد الفقير هذا محمد إش رايك يا بنيتي قالت والله رايك هو الأول والآخر واللي تقوله أنا أصويه يا يبا قالها والله يا بنيتي ترى أنا شايف هذا الولد محمد فارس من أمهر الفرسان وشاب يستاهل إنش تكونين زوجه له البنت كانت سعيدة جدا نفوزها بهذا الفارس ويقوم يعقدون عقاد ألمها على عبد الرحيم وحددوا موعد الزواج بعد شهر ولا شهرين زمان بعد ما تتحسن أحوالهم النفسية شوي بسبب فقدان مريم الولدها والاعتداء عليها من قبل محيسن المهم بعد شهر شهرين ثلاث زمان بعد ما تعدلت الأحوال ويتزوج هذاك اليوم عبد الرحيم من المه بنت الشيخ أبو محمد والبنت هذه هي الوريثة الوحيدة للشيخ أبو محمد وأبو محمد عنده حلال ومال ما تأكله النيران الشيخ أبو محمد جاب عبد الرحيم وأمه وبنت وألمها وسكنهم عنده في البيت لأنه زوجته متوفية من عدة سنوات وما في غير هو وهالبنت وصار الآن محمد هو المدير لأرزاق الشيخ أبو محمد وصار هو يده اليمنى وبعد فترة منزما الله سبحانه وتعالى أرزق عبد الرحيم والمها أبناء وبنات وصار عنده أسرة وصارت سالفة محمد سيرة على كل لسان يتناقلونها بين القرى وفي المجالس وكانت هذه نهاية القصة القصة فيها الكثير والكثير من العبر اللي نستخلصها والأمانة أبت الجبال أن تحملها لكن الإنسان حمل الأمانة الأمانة صعبة ومو كل شخص كفء لأنه يكون أمين لذلك الحذر واجب ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والسلام للجميع في النهاية لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم وللتواصل على رقم الواتساب لإرسال القصص على الرقم التالي 02-962-790-150-202 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه